ونقف هنا وقفة كمان ونقول إن التوبة أو الرجوع مش مجرد أماني مش مجرد طلبات مش مجرد رغبات إنما خطوات عملية والابن من شطرته رغم إن هو تأخر زي ما قولنا في أول مشهد لي قبل ما يرجع لنفسه أول لما فلوسه خلصت كانت ممكن ترجع ساعتها إنما هو قال إيه نعمل محاولة تاني يظهر يمكن أو قال نجرب أو قال أرجع إزاي كده وبين إن أنا غلطان أو إن اختياري كان غلط يعني جايز يكون فيها ذاتية جايز يكون فيها كبرياء جايز يكون فيها عدم اعتراف بالغلط إنما لما وصل لقاع الاحتياج تماما مش لاقي حتى أكل الخنزير يشتهي ومش لاقيه قد كده الحياة بعيدة عنك يا رب قلولي كده لا يا بونا أتسك غلطان في الجملة الأخيرة دي يقول لكم ليه قلولي عشان مفيش حياة بعيدة عن ربنا لك اسم أنك حي وأنت ميت الحقيقة الإبن الضال لما ابتدى يفوق لنفسه قال الآن أقوم وأرجع إلى أبي شطار شطار ياريتنا كلنا بهذه الشطار بس بلاش نستنى لهذه المرحلة بلاش نستنى إن إحنا نبقى كأننا أحياء ويعني إيه كأننا أحياء دي يعني بتتنفس بس مش فرحان مش مستمتع مش في سلام مش في أمان النعم المجانية اللي كان حسبها لنفسه فقدها لما بعد عن أبوه ترجمة نانسي قرار